السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشرحات والتقنية بفيديو اليوم رح نتكلم عن موضوع حماية وتأمين محفظة تروستويلت ومنع اختلاقها او سرقة محتوياتها مثلا من عرب الفترة الاخيرة انتشرت حالات كثيرة جدا من حالات السرقة سرقة بعشرات او مئات او حتى الاف الدولارات من محفظة تروستويلت طبعا عزائي متابعين بخصوص محفظة تروستويلت نحن يفضل نحتفظ فيها فقط على الموبايل يعني ما تشغل المحفظة او ما تنزل محاكي اندرويد او تشغل المحفظة على اللابتوب لان احتمالية اختراق اللابتوب هي اعلى بجدا من احتمالية اختراق الهاتف لكن بشكل عام عزائي متابعين اغلب حالة اختراق على الهاتف تكون من وراء الايردروبات الايردروبات اللي بتطلب منك التسجيل في الايردروب من خلال المحفظة طبعا مثلا نلاحظين عندي حمالي للمحفظة يطلب مني البصمة او رمز البيوان سنتعرف على طريقة اضافة هاي الامور ان شاء الله طبعا اعزائي المتابعين مثلا نلاحظين انت عندك حيكم موجود قسم اسمه دي ابس او متصفح التطبيقات طبعا انت في حال مش بتقوم باي عاملة مبادرة او عاملة بيع او شراء او موجود انت في حالة الدول المحزورة يعني مش شغل عندك قسم دي ابس فانت مش بحاجة لهذا القسم هو فقط رح يكون مصدر خطر بالنسبة لك لا مثلا نعرف في النسبة لعملة الميتا اوفو او الكسير من العملات الثانية تطلب منك حصرا حتى تحصل على الاردروب رح تطلب منك انك انت تدخل الى الاردروب من خلال محفظة التروست والت من خلال متصفح التروست واللي هو الموجود في القسم دي اب طبعا اول طرق الحماية رح ندخل الى قسم الاعدادات بعدها الى قسم الامان رح تمكن اضافة رمز مرور والي هو رمز بيو ان ايضا اضغط على توقيع المعاملات يعني رح رح تحتاج الى ادخال بصمتك او رمز بيو ان عندك كل مرة تقوم فيها بارسال رصيد الى اي شخص ثاني يعني عمليا اي شخص حتى لو قام بالاستيلع على هاتفك يعني وجد هاتف مثلا اضغط الهاتف او او شخص قدر فتح الهاتف او شخص اخترق الهاتف مش رح يتمكن اطلاقا من ارسال اي عملات من محفظتك الى اي محفظ ثاني الا لما اندخل بصمتك او رمز بيو ان طبعا تسوي اعداد الاعدادات مثل ما قلنا تفعل رمز المرور القفل تلقاية تسويه فوري واسلوب القفل تضغط على رمز المرور وباضافة لها البصمة وبعدها تسوي توقيع المعاملات هذا كان اول خيار طبعا صاني خيار موجود عندك المحافظ طبعا في حال انت ارضت العمل في مجال ايردروبات عزيزي اه ركز معي المحفظ الاساسية اللي فيها عملتك طبعا مسلوب اللحظين انها معي كمية من العملات ترون اه عملة شايبل بيتكوين كاش عملة سير دوجي كوين اه زيت كاش ديجي بايت نانو كسير من العملات طبعا يفضل عملاتك الاساسية تتركها على محفظة والايردروبات تتركها على محفظة ثانية طبعا ممكن تقول لي كيف ممكن تعاون محفظة ثانية الامر بسيط جدا فقط اضغط ادخل الاعدادات بعدها الى قسم محافظ بعدها اضغط على ايقونة الزائد وبعدها قم بانشاء محفظة جديدة مثل المحفظة اللي انت سويتها او موجودة عندك رح يعطيك اتناشر كلمة تحتفظ فيها عندك على ورقة وراح يتم انشاء محفظة جديدة بتقدر تبدلها بين المحفظات مثل ما نبدل بين اي حساب فيسبوك او حساب مسنجر نسوي رجوع طبعا ثاني الشيء ندخل لقسم التفضيلات رح يتظهر عندك عبارة متصفح التطبيقات المركزية طبعا عندك رح يكون مكتوب تمكين طبعا اول شيء عشان تحزف جميع الايردروبات اللي انت شاركت فيها وانت عطيتها صلاحية الاتصال بمحفظتك تماما وانت خايف على محفظتك ومتذكر انك انت مسجل في ايردروبات من خلال محفظة تروست كل ما عليك بكل بساطة فقط اضغط على مسح زاكرت التخزين المؤقت المتصفح فقط اضغط موافق وراح يتم لغاء الربط اي موقع ايردروب مع محفظتك تروست والد ايضا قم بضغط على عبارة هي تكون عندك باللون الزرق اضغط عليه رح تزرع عندك باللون البيض رح تلاحظ بعدها اختفاء قسم الديابس للابد يعني مش رح تتمكن من دخول اما انت تفعل ديابس فقط عند الحاجة في حال اردت تحويل او بيع عملات قم بالدخول الاعلادات بعدها تفطيلات بعدها متصفح تطبيقات اللامركزية بعدها سوي تمكين بيع عملاتك وارجع اغلق المتصفح السبب الاساسي لاختراقات هو انك انت لما تربط قسم الديابس مع محفظ التروست طبعا كانت هي اهم طرق الحماية طبعا اعزائي مثل ما قلنا دائما وابدا نركز انك انت ما تشغل محفظ التروست على الحاسوب لان اي تطبيق او اي برنامج او اي لعبة تحملها على الحاسوب او اللابتوب ممكن تكون مدموجة بتروشان وبعدها مثل ما بيقولوا تودع المحفظة للابد لان بكل بساطة موجود كثير من البرامج الملغمة ببرامج او بفيروسات قادرة على اختراق حاسوبك طبعا انا حصلت معي ولكن تدركت الامر وسميت و سوفتوير لالابتوب قبل حدوث اي شيء طبعا هذا هو كان فيديو اليوم ما تنسونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة لحتى توصلكم كل جديدنا كما معكم اخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية بامان الله